قالت صحيفة ديلي ميالا البريطانية ان البرازيلي نايمار دا سيلفا اخبر ادارة فريقه باغيسان جيرمان فرنسي برغمته في عدم الاستمرار مع الفريق والعودة مرة اخرى لفريقه السابق بارشلونة الاسباني ووجه البرازيلي رسالة لادارة النادي الفرنسي قال فيها بانه لا يريد البقاء في باريس ويريد العودة لبيته الذي لم يكن عليه ان يغادره في اشارة لفريقه السابق بارشلونة حسب زعم الصحيفة البريطانية وعقد نايمار قد انتقل الى البي اس جي قبل موسمين في صفقة تاريخية هي الاغلى في تاريخ كورة القدم حتى الان مقابل مائتين واثنين وعشرين مليون يورو ناصر الاخليفي رئيس باغيسان جيرمان كان في تصريحات سابقة قد فتح بالرحيل امام اي لاعب لا يرغب بالتواجد في الفريق الباريسي هذا وينتهي عقد نايمار مع الفريق الفرنسي في العام الفين واثنين وعشرين